لكن انا ارجو من المصريين ان يتابعوا الساعات القليلة القادمة لانه النتيجة دي وهي من مؤسسة كبرى معنية بالتصنيف الاعتماني النتيجة دي هتأثر على مصاردنا الاقتصادي خلال الفترة المقبلة لو جرى تثبيت الوضع احنا نفدنا على الاقل لغاية اكتوبر الجاي واي مؤسسة هتيجي بعد المؤسسة دي اكيد هتصنفنا بالتثبيت وضمان الاستقرار لو طلعنا لا قدر الله سلبي طبعا دي هتبقى مشكلة هتبقى مشكلة مشكلة في الاستثمار مشكلة في التمويل مشكلة في مئة الف مشكلة كل ما نتمنى ان يأتينا خبر خلال الساعات القليلة القادمة يعطينا الامل تثبيت التصنيف الاعتماني مهم جدا لنا ايه اللي هيحصل خلال الساعات القادمة النهاردة او بكرة بالكتير هو ده اللي احنا منتظرينه لكن انا شخصيا من خلال قراءتي للوضع انا عندي ثقة انه باذن الله ربنا حينجينا ونسبت هذا التصنيف عشان ده اللي حيفتح لنا الباب لامور كتيرة جدا الى ان تتحسن الاوضاع واحدة واحدة احنا بالتأكيد عندنا يقين وعندنا ثقة باني اوضاعنا حتتحسن ونظرة مهمة للشارع المصري والاوضاع اللي فيه وحالة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الاسعار ومعاناة الناس اللي محدش يقدر ينكرها ابدا ربما يكون ده دافع لينا فان احنا في الفترة القادمة نضرب السلبيات ونطلع كده تماما ونشوف الناس عايز ايه ونشوف مصالح الشعب المصري فين واي حد مقصر نضربه واي حد فاسد نمنعه وناخد اجراءات عملية بلدنا باذن الله هتعدي الازمة يا مدخلنا في ازمات عديدة خلوا عندنا روح التفاؤل روح التفاؤل هي اللي هتبني الوطن روح الامل هي اللي هتدينا القدرة على الخروج من الازمة اوعوا تستسلموا اوعوا تستسلموا احنا حنا افضل من حال كثيرين يسيبكم على الدعاية الرخيصة دي لا احنا ربنا حينجينا وعندنا قيادة سياسية ربنا يعينه انا بقول الكلام ده انا عارف الناس محتقنة ديه وعارف الحاجات اللي بيجينا من بره شكلها ايه والسبوم اللي فيها ايه لكن انا بقول مجددا ان الرجل الذي انحازل الشعب المصري في 3 يوليو وحمل البلد على كتفه باذن الله حينجيه بالسفينة ويتقدم بها الى الامام